اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل قبل باش يكون معا يجي اللي طماجون تاع الزاير ويتخلى على المنصب متاعو بواحد شروط هكدا متفاهمين مع بعضهم سلمونا دو فيلا وحدة ليا وحدة ليه وخدعنا دينا 15 من يوم تعرحها زي ما طلعنا البسكرة على 15 من يوم لازمنا رجعو في هذيك الوقت هذيك تاع 15 من يوم نوع الماب ومدين نتفض هذك اتفاق هذك يدروا بن بلا مع شعباني ايه وخرج الناب خرجة واحد خراء مشي هي الخرجة؟ كان ربع قرارات اللول شعباني كان ضد اتفاق مع وزير الدفاع الفرنساوي باش يجيبوا الجزائر اللي كانوا في الجيش الفرنساوي في هذيك اللحظة هذيك سنية الثانية دار توزيع جيوغرافي جديد الولايات الستة اللي عدت كاتر يمريجو ميليتار نحلها بسكرة بوسعادة وجلفة ليه المناضلين تاعنا كانوا في بسكرة بوسعادة وجلفة اكبر المناضلين في هذي ثلاثة اماكن نعم الثالثة حول البيسين تاع قيادة تاع الولايات قيادة تاع الناحية الرابعة العسكرية من بسكرة الى ورقلة والرابعة عين عمار من الله كموندو عمار من الله لا يذكروا على خير فالقيادة تاع الربعان الناحية الرابعة طيب اول كلمة قلتها كان شعبانيا ضد ان بومدين يوقع اتفاق مع ضباط في الجيش الفرنسي لماذا هو ضد هذا التوقيع اتفاقي أليسوا جزائريين لا موجزائريين هذو ما كانوا يكافحوا ضد الجزائر هذو كانوا سيدي زونغاجي مع الجيش الفرنساوي وكان فرق الناس كتخلط كان فرق بين زوفيسي ديزارتور والناس هذو هذو كل اللي ديزارتاو أبسط حاجة أبسط حاجة جاو يجاهدو وهذو كل اللي تدار اتفاق معهم كانوا يجاهدو ضد الجزائر وحب هوين يجيبهم بشي لعمي يطور طيب ممكن تقدمنا اسماء لقيادات من هذو يتكلم عليهم كان رفضهم شعباني لجيبهم بومديا للجزائر لا احنا في هذو الوقت هذو كانوا ما جاوش ما زالوا بيش يجيوا وجابهم جابهم بعد اعم بعد جاب تعرف عندك اسماء هم لديش الاسماء لكن الناس اللي في النهاية بين الاتفاق اللي دارو كيخلصوا المهمة لتعم العسكرية دارهم دارهم في القطاع الاقتصادي علما يتشرفوا على المؤسسة الاقتصادية هذي معروفة ناس مرة عارفينها قصدك البيترول مؤسسة الاقتصادية مش البيترول لا مؤسسة دي ديركتور جينيرو هاكتا بارتور احنا هذك الربعان قطر فضهم شعباني وارشعنا ل الحالة الاولى الحالة الاولى لكن الحاجة الجديدة الحاجة الجديدة هو بوم الدين كان مهي الجيش ما رفع ما رفض شعباني وارشكوا باعتونا باعتونا في هذوك الخلاصتات اليوم هذوك باعتو الكماندوم اللح مع الكماندوم بنسال متاع متاع الديفونس ناشونال ومعها اندوزين موفيسي جاوا باش ينصبو الكماندوم اللح نعم كي جاوا باش ينصبوه استقبلهم وانا كنت معه سيمو أحمد قنتار اللح يرحمو كان نايب نسال شعباني استقبلناهم دخلناهم من الصالون شعباني في ذلك الفترة كان مكانش في بسكرة كان في بسكرة في قازنة واحد اخرى ما كانش في البيسي نعم سيمو أحمد قنتار نعم استقبلناهم دخلناهم ديفناهم كاذا منهم هذه الكلمة سيمو أحمد قنتار اللح يرحمو قال له يا عمار يا أخوي حبيناك ونحبوك بالدوم لكن المنصب اللي جيت ليها مشغول ولها ما يسيبوش تحدث على العقيد شعباني ها قنتاري تحدث على العقيد شعباني نعم 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 زيت روحي هنا رحت عند شعباني جبتو احنا داخل الباركينج نتعى البيسي والجماعة هادو كانوا ها خارجين من البيسي تلاقيناه في الباركينج هبط شعباني قدموا لبعض عام تحاولوا سيرها ولاما بقى على خير بسلمة لا تكلموا حتى حاجة تاجي له بس غاية بسلمة ربما كانت الربع عنز على العشية انا نهار هادا كون اوفيسي دو قارد في البيسي عندنا في الستندار ناجون وولن نقطرولو نقاع الكومينيكاسيون نتعى كانت عندنا ينديلغاسيون متعلى ديفونس بالقيادة انتعى الكمون نبوت الله الله يرحمو فهمت؟ نعم جاوا زعماد باش يطوروا الجيش كان الجيش تحرير رجعوه أرمي ناشونال الناس هادو هو والضباط اللي معاه قاعن على السلهم على الكمينيكاسيون سجلوهم هاداك الستنداريست هاداك وميمطون يسمع على الراديو أعلم عالتناش دليل فالنهار هاداك عالتناش دليل سمع النشرة وجاليه قال لي أفلان بنبله وسراح يقول لي بللي شعبانية وتمرد ويخاطب في الضباط والجنود باش ميتبعوش وشعبانية راقد يعني بومدين أصدر تصريح وأمر بمبله تصريح وأمر وقال لي لازم ما يتبعوش الشي اللي قال قال لي بللي أو تمرد صاحب بشعباني وش كيندري في الفترة هذيك في المدر كان نايم كان راقد صاح عزيدي احنا يقدع واحد شعبي طلب يشوف المسؤول العجاب وهولي قدم روحه وقالي أنا أنا بسكرة واني كنت جاي من باتنا راو كان نقوم وانت عجيشة وجايي وما يخليوناش ندو بليون قوم وليد الناحية عارف كيش يه يهرب من الناس ايو أنا عادت القضية مخترع امشيت سعباني عندو لوردونانسين تعود سيد اللي يتكلف به سيبراهيم سيدة الله يرحمون تحييون تحيي لأهل دعوه قال سيبراهيم ينوض لي قولوني نوضه جال المكتب قال ياسي محمده واشكينه 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 هنا ومعنا بالو بالو أنا اللي علمته واحدة اثنين العوامر الطاهم لي يا أنا ماشي الواحدة اخر قال ينوض الواحدة لطا ديورجونس انسول انستركشون امر واحد بس قال يديروا دي باراج بش مايقدرواش يدخلوا الحدود ديلنا ممكن نشرح نقطة شعباني اتهم بأنه رفض الامتثال الأوامر العسكرية ولما بومديان اصدر يحكم الناحية او الولاية يحكمها عمار من لاح شعباني رفض اذا هون رفض أمر عسكري مشي قد يترفض كان فرق بين تمرد ويلا كونتستي هدا هو يعني هداك العمر هداك لازموا يتدرس وكان حوايج لغارون دل ريفوليوسيون شكل يراوا يضرب عليهم شكل يجاب استقلال الناس اللي متت الناس اللي جاهدت كيفاش هاد الناس اللي جاهدت يقبلوا بحاجة ضده ضد الجزائر كيفاش يجيب الناس كانوا يضربوا فينا قالوا بالحرف الواحد نعم قالوا لي بليسيور اللي دالوا لنا مازالوا حيين كيفاش نقبل الامر هدا يا وكيفاش نقبلوا روحنا مع الناس اللي ماتوا اللي قتلوهم ولي هدا اللي ماش قضيت السلوم العسكري هذا السلوم العسكري هذا السلوم العسكري وخارج على الطريق وفي كين فرق بين إنسان رفض حاجة والله تتمرد شعباني مهش روحوا وراح استعمل السلح وضرب الدولة لا وعاملوا ما حط ما جات الفكر انتعوا باش يضرب الدولة نعم كان دار الاحتياطات باش يهاجم بوم الدين لو كان يخدم القودة طلبا بالله بس الجامي باش يضرب الدولة الجامي طيب استر أمر واحد قال بومدين ما يدخلش الحدود الولايات الجيش ما يدخلش نعم قوات جيش نعم نعم احنا كدرنا لطاد الارت المسؤولين نتع بسكرة الشافت سيكتور نتع بسكرة كلف يونيني تي واحدة مشات من بسكرة الغنطرة باش زعمات تحبسن في الغنطرة مسؤول الواحدة هذيك من الحدود المسؤولين نتع بسكرة كي الحق للغنطرة ما يحبش مو باشرتين لتباتنا ولهذا الديفونس نتع الشرق نتع بسكرة ما كانش ما كانش إنسان يحبن كي خلصت أنا هذك اللي طاد الارت وكل شي رحت النوم نومت في الصانو بدا تسمى نتع نتع على السبعة سبعة 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 جالي ياسي محمد قال لي نوض زيب سلاح واشي فزيت أنا سلاح ومشيت معه روحنا للبلديين نتع بسكرة كانش اجتماع شعبي ميتنك بوبيولار هكذا بدا يخطب سيم محمد يفهمن في الوضعية ليبلي إحنا ما خرجنش الطريق وإحنا كهذا وإحنا كهذا وإحنا هادا أمور متاع متاع الوطن كده لازم منك كده إلى خيره كان كأنه يستعطف في الشعب أو الله يسفسر للشعب يشرح لهم وضعية يشرح لهم في الشعب كي قال لي المعلومة شي محمد يخطب وأنا قلتها له وسي محمد يجي شاول حقه هو لو يخطب هو يخطب أظن كي حضرت هنا كان الميكرو سمع الشعب نطح الهلولة شو ديتهم روحنا ديتهم للبيسي حنا في البيسي وسي عمر سخري لا يذكر على خير جاء قالوا سي محمد أجمل الشعب وأعطلهم أعطلهم فهمت شد الشعب يعني إذا ما يستعمل الشعب باش يعطل هذك الجيش هذك ومشينا هنا روحنا للبوس عالا أنت والعقيد أنا و سي محمد حسين الساسي حسين الساسي وسليمان أو ساليم العراف العراف إبراهيم ستة إبراهيم ستة ومشينا أعطل البوس عالا بسعادة لحقنا البوس عالا تصلنا كانوا معكم جنود عندنا لدي طاشمة واحدة دوز بارسون كل حقنا البوس عالا تصلنا بجونا لمجاهدين ما فيها كان واحد البطل الله يبرك سيقوي 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 البطن زع الأبطال ضايرة 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 ونقسنا هكذا هكذا قال لي شعبانين روحوا نشوفوها هوك يلحقنا إحنا لبوس عالا كان الجيش مع سين كيلومتر حبس في منطقة طريق 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 حبس تماما كان واحد القذرنا في بوس عالا في جنوب بوس عالا وجاية في واحد جبيلة هكذا صغيرة روحنا لتماء طلعنا لتماء طلعتنا ب نجيب فيها لترانسبيسيو طلعنا لتماء ونتفرجوا شفنا 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 ليشار حابسين حنا هكذا وليشار دي ماراو وكاين قدام ليشار حواجز اوه كيل حقول الجيش دينا الجيش دينا الجيش دينا يخدم له هكذا يبلب على تستوب هو معدي عليه يكسر الحواجز بز الدبابة ويدخل هكذا هدى والجيش والجندي اللي يصوق في الدبابة والجندي اللي يدير هكذا جزائريا نفيزوك لا اللي يصوق في الدبابة ما سوفيتي روسي حل في الوقت هدك ما كانوش عندك الكنتور الدبابات كي جا الدبابات وقدمت الجيش كان عندنا حنا الجيش هكذا الجنود هكذا مستثنونين على اليمين حبوا يروب ليو اللي ينود يعطيوها يضربوهم جيش اللي بعث ابو مدين يرسل ابو مدين يضرب في الشعر القوات اللي يرسلها ابو مدين تضرب في الجنود تواكم والله غير يضربوا فيهم في الرمل غير يتحوا كبرنك عادوا يبعتوا في اليزوبي يضربوا بلوبي عالقازيرنا يفوت لوبي مايتوشيش الكازيرنا يهبت على ابو سعادة يهبت فوق المنازل فوق المنازل شوف نظر انا معالوبي نشوف كرمود والغبرات تطرع في السماء وتنوض حالهول الشعب بتاع ابو سعادة خرج الشارع طيب سي شعباني اللي يرحمو ما كانش على بالو باللي كان يقدم الجيش التاع والجيش اللي بو مدين راح تنوض كيما هادو اشتيباك لا ما هو شوف اولا ما كانش يفكر اللي يضربونا الجامي وما كانش يفكر باش يضرب الجامي هاد الاحساب غلط فيه اعطاني اوردر اعطاني امر قال لي اطلب للجيش باش يخرج ما يقعدش في المدينة ما يقصروا المدينة هما القوات الجيش بتاعك متاع شعباني كده كان عددها حوالي هو كنن احنا في النهاية كي خرجنا كي خرجنا من بوسعدة كان حوالي وحد الالفين في اللي قال زيرنو كده على برة كانوا غير دي بتي بوست كونترول ماشي قوة ماشي قوة انت على الحرب فخرجنا العين بملح قالوا رقود تلك الامر الاول قال يديروح حواجز باش متقدموش امر تنين في بوسعدة قال لي يقول لهم يخرجوا باش ما يهدموش المدينة بس ما هو خرج خايف على السكان اللي يموتوا في سبه اعا والتالتة كي عودنا في عين الملح في الوطان تعين ملح خطب على الجيش فهمهم في الوضعية وقالهم اللي يحب ما يشاركش اللي يحب يخرج يروح مسموح لي وخطب الجنود قال لهم الناس هدو اللي جايين رام خوتنا حلال المشكلتان اللي عندنا والناس اللي هم هضروا في الطريفونات ولهذا يقصدوا شكون هنا؟ يقصد الناس اللي رام في في الديفونس هم الناس اللي في الديفونس وطبيعة الهال هدو ما يسمى اطار تعبوا مدين قال لهم الناس هدو ما اللي جايين يضربونا رام يقولوا لهم احنا خرجنا الطريق وديرنا وفدعنا بساهم خوتنا على بالهمش بين احنا اللي باللي احنا اللي يرو على صواب ولهذا رأوا مطلوب عليكم باش ما تضربوش واحد ما يتضرب ايفو ايفيتل قومبا خليه الأمر الأول هو قلم دروح حواجز الأمر الثاني هربهم من بوسعادة تجاه عين ملح حتى الدبابات ما تضربش سكان بوسعادة والأمر الثالث منع عليهم الاشتباك مع الجنود تابوا مدين لأنهم خاوة طيب احنا هنا ممكن نتوقف الفصل القصير باش نكملوا اشترا بعد عين ملح في الجزء الثاني من هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من شهادة حول حد شعباني مشاهدين الكرام فاصل قصير والمعود وبعد هذا النقاش فابقوا معنا مشاهدين الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جد في هذا اللقاء مع السيد موسى عيساني عن اغتيال شعباني سيموسى بعد عين ملح والأمر التاع والثالث والأخير لكي لا يشتبك جنودكم مع جنود بو مدين ماذا حد هو لنا هو لنا وزعي الجيش بعتها من الأماكن ما يلاحقها مش شوفناه واحد المجاهد كان معاسي محمد الطهراء اسمه عبد الرحمن بغدادي كان خرج من الجيش ويسكن في الدخلة انت يا بوسعدة في واحد القراءة يقول لها الديس نعم قدمنا له واحد السايق كان سايق انت عسيمه الحمد لله يرحمه ولكن انتم كرحتوا عين ملح الجيش تاعبون بدينا كان تخلب وسعده ما نقول لك شوش صار احنا مشيين اخلاص احنا الجيش تاعنا خرج بوسعدة مانا المجاهد هذاك قدم له السايق قال له يجيل عندك هذا يجيبه لي أنيف الحمالات حمالات 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 نعم أنيف الحمالات وروحنا للحمالات قرية قرب بوسعدة قرية قرب بوسعدة قرية قرب بوسعدة هذك شوفر هذك خدمنا له رسايل مسهولين تاع الولايات التاريخية نعم طلب منهم شعباني باش يتوسطوا لاني زعله سما كان لاخر لحظة سي شعباني يحوس على الطرق السلمية من اول من اول ماشي اخر لحظة لا يعني ما حبش مام حتى إذا هاجموا بمدين هو كان مش حب السلاح ما هذا الانساب هذا الانساب هذه الانساب ما حبهاش ما حبهاش هذك السايق هذك ديرنا له رسايل لمسهولين تاع الولايات التاريخية وعندنا ساليم العرف الله يرحمه عنده جوج تخوته في الجيش اكتب الهم زوجه رسائل واحد واحدة يفهم في الوضعية وشكين اعطينا الرسائل هدوك للسايق قال روح وهد مسؤولين هده كي تجي جي عند عبدالرحمن عبدالرحمن يجيبهونا وروحنا وحطو الحمالات حمالات اسمانة بعد ظهرت النام بدلو اسمانة وانتم مقاعدين في الحمالات سبع ايام نعم ظهرت النام بدلو بدلنا مكان الى كان هدك المكان هده كان على 15 كيلومات حنا زيرنا اطلعنا خمسة طارق زم حنا بايتين في المكان هدك غدام ناك الصباح جاس طونوبيل انكتسون طروع فاتسة على الدار هدي كرايحة شعباني لا يرحموها دار مع مول الدار قال له هذا عبدالرحمن حبسوا حبسوا انتم في الدار كنت نتايا وشعباني وساسي والساليم وجنود جنود مجموعة من الجنود نعم مول الدار عادة طونوبيل فاتت عاد يشور لها اي 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 حبست طونوبيل طونوبيل كنت رايحة للمكانتك من الاول نعم اي اوجدتك على الخمستاش حنا عودناها عشرة يعني تو كان ما حبسناها شو كان ما صاروه له نعم مكاتيب الله نلقاه جاش عبيناني كنت ما زلت ما نطش نقال لي نقط قطلت للساعة لقيتها ستة غير عشرين ميش نبو هدا نلقاه باروت طرطق نعم كنت عادنا طونوبيل احنا روحنا نحوزو استعملوها لقينها هون صابلي نحن تفرمن نحن تفرمن اي اقول ما خلاص همشي همشينا مشينا بعض خطوة اي وكان لي دون دو صابل جبلو قال لي شوف خزر لورك خزر لوراي هكدا اي دون دو صابل هكدا فقلوا علي طروك كسك احنا الجيش تعنا ما يبش ريكسك ثعبوا منين يبزين حطيته روح على الكبانج وهزيت المنقية هزوا يدهم قلوا يما اتدربش ما اتدربش انا اخوة رشعت هنا لاني لشعباني ومشينا شعباني مريض بليلسار حطي يده هاقرا مريض قلت لهش بده سي محمد ليسر اني ينقبض هماني علينا يعني تتلتي الجنود هذو ثلاثين هو يهرب يا حبيبو يا حبيبو هذا النهار غبري غبري هو لن نفسيا ما كنت ضد الأمر هذك باش تطلق النار على الجنود اي وثاني نجمك تدفع على روحك بيداك تدفع على القولونيل قبضت معهم بك نكتة صار قبضت معهم حتر لبعد العشية سلكت هما يعني كنوا مجموعة وانت كنت وحدك ستميت انت الرأس ما عيت هاقدة نص هاقدة نص قمر هاقدة ايه وانا في الوسط نص دائرة اي نص دائرة وما يدرب كيش سلكت الهم روح طلعت للجبل نتا من الحارقة حبزو هو كان كان سيس صارت حاجة مو عجيزة من عند ربي سبحانه و عيت ارتاحت في واحد درط مايا وما لقونيش اللي الجرة هادي كأنا مشيت هاكذا روحت هاكذايا ومن بعد رجعت كي روحت كان الجرة وكي رجعت انا ما على باليش كان درح جر وانا ما على باليش يعني دهشت كي راح المهم بعد كي راح الجيش سيمو حمدروينا كان جاي عند شعباني شاف شاف الحالة صار ليبلي كان ضرب في مكال فلاني عرف ليبلي كان جينو بعت كان في بيت الشعر هادك العرب الرحلة هادوك بعت قربان تعلمه بعت دويز بحشاكم بعت ثاني بعتها هو معلبي وش كونه المهم جاي السيد هادك إذ قال لي هبطت دانيل ثم أنتي محمد قنتار قال لي اللي بلي القرونة لها مش الدو عرطت علي هنا قوسوا يا ولدي نمشيوا أنا كان عندي التليفون مع ابن بالله قوسوا ندخل البوسعادة نهضر مع ابن بالله يتلقوا لنا الشعباني ونهبطوا قال لي ما يديروا اللي هو له نعم ورعت ومنها رحت كان هاديك آخر لحظة شد فيها شعباني آخر لحظة نعم كنتوش حاولتوش ومو حاولت أخرى غير هذه المكالمة ابن بالله ما حاولتوش تسألوا عليه وين راح جاو جاو جماعا من من سويسرا داروا اتصال قالوا يا ولدي عطيونا واحد يروح يهضر يصرح يدير تسريح في سويسرا باش نوضوه الوبينو بيبلك انترنسونال انتعنا ما داروهاش طيب هناك بعض الروايات يتقول بانه شعباني قام ببعض الأفعال في الصحراء وفي الجنوب خاصة مع الشركات البترولية والنفطية والتي يعني جعلت الأضواء تسلط عليه هل صحيح هذه الأخوة؟ هذا كذب شوف حنا كي كنا في بوس عالم كيبطنا من بسكرة ورحنا نبوس عالم هذا راديو ويترونجير حبوا يتصلوا به قال لهم هذا أمر داخلي ولا كلمة قالها لهم أمر داخلي والرسمة هو الكلمة اللي قلت طيب كان هناك كثير من المجاهدين كانوا حضرين معك في أغلب الوقائع نعم لماذا لم يصرحوا أو يدلوا بشهاداتهم في مثل هذه الأمور الخلافية؟ فرث في الوقت هذا كان نهار موجود ناس اللي يحبوا يكشفوه كانوا مكانش واحدة تنين كانت قضية مخترة فلوقت هذاك ما تكترش تكلم الكلام هذيين والثالثة قال لي يحبوا ما يقمروش بلاك كاريير طيب هل أنت تعرض من يملك رأي غير رأيك أن يتقدم للشهادة؟ والله أنا مدابية الرفاق أنت عسيم محمد ممت؟ وإنسان مخلص وجاهد لله في سبيل الله يعني أبسط حاجة يبريوه من هذا التهم اللي يرم فيه طيب ما هو أكثر شيء كان يحز في نفس العقيد مرحوم؟ أكثر حاجة ما كانش يحبها في الجزائر وكانش يحب تصرفات كانت تصرة في الجزائر؟ كان الخبط الخبطة ما يحبهمش جميع اللي فيها الريحة متاع النفاق ما يحبوش الناس في الوقت هذا كوف المناضلين والمجاهدين يتقسموا على زوجه كان اللي كانوا مرتاحين وكان اللي كان وراهم ضايرين ضاير بهم النار انتع الكفاح كانوا يتمنوا الاستقلال انتع الجزائرية يكلوا الحشيش ويسدوا طرطورا أنا أسف أنا أسف يعني اليوم الشعب الجزائري ما يقدرش تضحيال اللي قام بها هو بالدات شكون هاد الناس هادو اللي يجاهدوا ولا هاد الشعب شكون الشعب شعب شعب الجزائري البطل هو الشعب الجزائري ماش واحد أخر تضحية هادك تروح بطل يقول ويدير ويفدع احنا عاجبين يا عجبة يا ربي السؤال الأول شكون اللي حاسب فرنسا اللي جات دار الأغريسيتنا في 1830 الناس اللي متون نهار هاداك من 1830 إلى 1954 ماش كل يحاسبها في الشي اللي دارته هل ماش الأجيال اللي جاي اللي تلود ماش مهدا لازم لازم أمور تستمر طيب أنا عندي سؤال واحد أخر فيما يخص السراع اللي استرابة بين بومدين وشعباني وترتبت عليه أمور كثيرة انقلابات وغيرها لأول مرة اليوم تتكلم عن حقائق وقعت في ذلك الوقت لا ترى بأنه النظام الجزائري نشأ منذ حيث شعباني على هذه الأنقاض وعلى هذه السراعات ماش يغل من أنقاض الشعباني من من الجبارة والطماجور يعني كان السراع قديم السراع قديم السراع قديم وقلت لك اللي كان فرق بين إنسان كان مرتاح ويقلد عن نظام تاعدول كيفش كانوا يسيرو ويفكر كيفاش كي يكون الاستقلال كيفش هو لازم يسعاه باش يحصل على منصب يحصل على هذي والناس اللي كانت في الداخل النار انت عن الجهاد النار انت عن الحرب يزيدي نستقل للبلاد وخليني يتناكل سيموسا أنت كرافيق للمرحوم ماذا استفدت منه والله أنا نحمد ربي ومشكره لي كانت للفرصة عرفت السيداتك أمر الأول أمر الأول كنت نتعجب بتاكل اللي كان عنده كان دايما كنشوف واش سير باركزمبل بين الجيش الجيش التحريق وجيش الفرنساوي كان معديهم دايما 24 ساعة 48 ساعة يعني كان يحصل تكهونات واش يدير الجيش الفرنساوي دايما واش يخلا يحكم القيادة هو في السنساة ولا بد هو في جيش التحريق ما كاش البيستون صعبي وصعب صعبي هو البارود البارود والعرف السجاعة طيب سيموسا أخر كلمة لك تفضل قول نختمه هذا للحلقات والله على كل حل أنا شكر بالزاف المجموعة أنت على النهار أنت على النهار فهذا الشيء اللي يركم قيمين به وأظن إن شاء الله الرحمن الرحيم تكون طالقة جديدة للشعب الجزائري وأنا أنا مريض أنا مريض لما نسمع يقولوا لي بليل جنرال دوغول عطى الاستقلال للجزائر وما يديروش ما نلعب العطيبات التضحية الكبرى اللي دارها الشعب الجزائري يا ريت يا ريت لو كان الأجيالين تعادروا يقدروا يقيموا التضحية هذي ويحترموها ويقعدوا على المسيرة انت عني فتاع العرض إب يا كين الناس مساكن كين الناس اللي لازم الاحترام يا عجب يا ربي يا عجب يا ربي وقعد كين ما يقول جيل الله يرحموه كان مسهول عليها أخر معركة سنين وستين لأنها في جبل محارقة كنتنا تيرو دو بياس هو مسهول كيستالينا كوازم لحقنا المكان هذك بلاك جيت العاصر ولا بلاك جيل الله احنا مش فناش العسكر كان واحد البير يجي ويجاوس قو منه حنا ما زوننا نصطى لناش هما شافونا جات لابياسون لنا كي جات لابياسون كنت في الوقت هذك كنت تيرو دو بياسة ضربت ضربت بالبياسة كنا في مئة وعشرين ترس عنا غير بياسة واحدة نعم طيائر هذوك اللي يتيسيس هذوك حنا هنايا رعوا ضربوا الدورة هكذايا وجاوا باش يبيكوا على البياسة قال لي حبس ما تنربش خرج اهدى روحوا خرج طيارة ويضرب الطيارة باش تضربوا ما تضربش البياسة سيد هذا مرض ارفضوا له لبريزون شارج مات هذي ابدنا نسمحوا وكان الوفات هكذا قيب هذا نداء للمجاهدين يعني يتكفل بالمجاهدين خاصة المرضى منهم نعم سيموسى عساني من ولاية جيجل الرفيق والملازم للعقيد محمد شعباني رحمه الله نشكرك جزيل الشكر على هذه الشهادة التي ستبقى للتاريخ كما نشكر المجاهد عمار لطرش المجاهدة شريفة عيساني المجاهد لحمر محمد المجاهد زيال لخذاري المجاهد حمى المجاهد كحلى مجاهد بن عمر وعائلة المجاهد وعائلة المجاهد روينا محمد كما نشكر في ختام هذه الحلقات التاريخية حول معركة بوكحيل وحول حياتي شعباني وحادثة اغتياله نشكر كل المشاهدين الكرام نشكر كل فريق العمل حسان في الإضاءة وتكفر نسب العيد في الإخراج والشكر أيضا إليكم مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى موعد تاريخي قادم ولقاء جديد وشهادة لأول مرة إن شاء الله أطيب المونى وهذا يسل العربي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته